شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين سهم واحد والذي تجريه إحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية ويستمر لعدة أيام يأتي ذلك في إطار تنفيذ القطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة أكد رئيس الأركان في كلمة له حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الاستعداد القتالي الدائم والكفاءة العالية بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلابة الوطن وأشاد رئيس الأركان بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في تنفيذ المشروع وطلبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتضار